بفضل مثابرتها وشجاعتها استطاعت السيدة فاضم العالمي العاشقة للخيط والإبرة بإقليم خنفرة أن تجد لها موطئة قدم بين الشباب نساءً ورجالاً حامل مشاريع بفضل التسهيلات التي تمنحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال مواكبة حامل المشاريع استفت من دعم المبادرة الوطنية في مجال صناعة تقليدية تخصص خياطة الألبيسة التقليدية ومن آلات الخياطة ومكينات سورجي ومكينات الرباطي ومكينات الكاترفيل بش نطور من المشروع ديالي ونقدر حتى أن نساهم في الإنتاج المحلي في هذا المجال المشروع الذي يندرج في إطار البرنامج المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعد مثالاً حياً للمساهمة الكبيرة للمبادرة الوطنية في مجال دعم الحرف النسائية بلغ عدد المشاريع المومورة من طرف اللجنة الإقليمية للبشرية 116 مشروع بغلاف مالي إجمال حوالي 47 مليون درهم في هذا الإطار استقبلت منصة شباب بالإقليم أكثر من 300 شاب وشاب وتم كذلك الاستماع إلى حوالي 5800 شاب وشاب وأمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها في 2005 من إعطاء دفعة قوية للنهوض بالصناعة التقليدية النسوية من خلال مواكبة ودعم عدد كبير من النساء الحرفيات من أجل تحسين ظروفهن والنهوض بالحرف النسوية موسيقى